ثم ما هو المراد بالبيت هنا أيضا انتبهوا بعض قال إن البيت المراد به هو خصوص البيت الذي كان فيه النبي في تلك اللحظة يعني مثلا بيت أم سلمة فلنفرض هكذا فمن كان في البيت حين ذاك لما نزلت الآية أهل البيت يعني أهل هذا المكان الذين كانوا في تلك اللحظة يعني أهل الكساء هؤلاء الله تعالى يقول أنا أطاهرهم هذا واحد من المفاهيم أو إحدى أوجه الفهم هناك من قال أهل البيت كما قال زيد بن أرقم عصابته أصله هؤلاء أهل بيته يعني نسبا هناك من قال من خصهم النبي صلى الله عليه وآله وجعلهم عدلا وثقلا للثقل الأول وهو القرآن الحكيم أي عطرته الأقربون صلى الله عليه وآله أين كان المعنى تخرج منه الزوجات تخرج منه أما على المعنى الأول فالزوجات ما كنا تحت الكساء بالإجماع الآن يأتيني واحد بما أدري رواية تالفة وضعت في القرن الثامن والقرن التاسع أنه يدخلون بها ما أدري أنا ما شايف ربما أقول يدخلون بها عائشة وحفصة هذا موضوع ثاني ربما مثل ما رأيت ذات مرة رواية وتتذكرون عرضتها عليكم قبل السنوات في إحدى الاحتفالات ربما كان ربما أيام المباهلة على ما أتذكر أنه عندهم رواية تقول أن النبي لما خرج لمباهلة نصارى نجران خرج بمن خرج بي أبي بكر و عمر و عثمان و عائشة و حفصة الله صلى الله عليه وسلم هذا هذا نساءنا و نساءكم أنفسنا و أنفسنا هذا إذولا طلعوا إذولا طلعوا مثلا إن شاء الله تعجيبك عند أهل الخلاف والله يعني ناس ضايعين تلفانين بعد شوف شا تسوي لهم فالآن واحد يجيب لي بعد رواية أنه عائشة تطلع من أهل الكساء هو و إله بعد هذا ما لنشغل به أما بالإجماع ما كنا أزواج النبي صلى الله عليه و أهل تحت الكساء تحت الكساء كانك خمسة فقط رسول الله و فاطمة و علي و الحسن و الحسين صلوات الله عليه فهذا على المعنى الأول يعني الناس اللي موجودين في البيت لحظة نزول الآية فأهل البيت يعني أهل هذا المكان إذا قلنا أيضا من عصبته و كذا فهؤلاء الزوجات ما كنا كذلك من عصبتي رسول الله ما كنا من بني هاشم ما كنا من أهل بيته بهذا المعنى من أقربائه من عترتي فأيا كان المراد بالبيت و أهل البيت يخرج من ذلك أزواج رسول الله صلى الله عليه و آله هناك شيء نقله الآلوسي في تفسيره لاحظ هذه العبارة التي نقلها يقول و أخبار إدخاله صلى الله عليه و آله عليا و فاطمة و ابنيهما رضي الله تعالى عنهم صلوات الله عليهم تحت الكساء و قوله عليه الصلاة والسلام صلى الله عليه و آله اللهم هؤلاء أهل بيت أصلا هذا النص النبي صلى الله عليه و آله جمع هؤلاء خاطب ربه و قال اللهم هؤلاء أهل بيت وتأتي هذه الأخت أو غيرها يقول لا مو بس هؤلاء أكو غيرهم يقول و أخبار إدخاله صلى الله عليه و آله عليا و فاطمة و ابنيهما رضي الله تعالى عنهم تحت الكساء و قوله عليه الصلاة والسلام اللهم هؤلاء أهل بيتي و دعائه لهم و عدم إدخال أم سلم أكثر من أن تحصى روايات بالعشرات تذكر هذا أنه حتى أم سلم ما أدخلها و هي مخصصة لعموم أهل البيت بأي معنى كان البيت فالمراد بهم من شملهم الكساء و لا يدخل فيهم أزواجه صلى الله عليه و آله هذه العبارة تامة و إن جاء الآلوسي بعد إذن بصفحات لو تراجعون و حاول إبطالها بقوله أقول بأنه يظهر لي أن المراد من أهل البيت من كان دائرا في بيته صلى الله عليه و آله و هو قريب منه فيدخل في ذلك نساؤه و ممكن حتى إدخال فيه بعض مثلا خدمه أو بعض مواليه مثلا ممن يكون دائما داخل البيت و قريبا منه و لذا يدخل به عترته أي علي و فاطمة و الحسن و الحسين عليه و السلام كلام سخيف بارد تافه يعني مجرد تحكم هذا فعلى آية حال نحن نتمسك بالعبارة الأولى نقول هناك إذن استقلال في نزول هذه الآية فمهما قرأتي سياقا واحدا هذه الآية نزلت في شأن خاص لا حق لك بأن تقولي نزلت في أزواج النبي صلى الله عليه و آله هل هناك دليل أنها نزلت في أزواج النبي نولي دليلا من السنة من رسول الله صلى الله عليه و آله لا يوجد الاستدلال بالسياق يبطل مع قيام الدليل الخاص على الاستقلال على استقلال شيء من هذا السياق